حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمات الأعمش يروي عن شقيق عن خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير لم يترك إلا نمرة إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجله بدى رأسه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه وجعلنا على رجليه إذخرا قال ومنا من أينع الثمار فهو يهديبها حثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لي خباب هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قال فقلنا بأي شيء كنتم تعرفين ذلك قال فقال بطراب لحيته حنيحي بن سعيد عن اسماعيل قال حدثنا قيس قال أتيت خبابا أعوده وقد اكتو سبعا في بطنه فسمعته يقول لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به حنيحي بن سعيد عن اسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألها عز وجل أو ألا يعني تستنصر لنا فقال قد كان الرجل في من كان قبلكم يأخذ فيحفر له في الأرض فيجاء بالمشار فيوضع على رأسه فيجعل بنصفين فما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحمين أو عصب فما يصده ذلك عن دينه والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من المدينة إلى حضر موتى لا يخاف إلا أن لها عز وجل والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون حدثنا روح قال حدثنا أبو يونس القشيري عن سماكي بن حرب عن عبدالله بن خبابي بن الأرتي قال حدثني أبي خباب بن الأرتي قال إن لقعود على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتظر أن يخرج لصلاة الظهر إذ خرج علينا فقالا اسمعوا فقلنا سمعنا ثم قالا اسمعوا فقلنا سمعنا فقالا إنه سيكون عليكم أمراء فلا تعينوهم على ظلمهم ولا تصدقوهم بكذبهم فإن من أعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فلن يرد علي الحوضة حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة ابني مضرب قال دخلت على خباب وقد اقت وسبعا فقال لو لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنى أحدكم الموت لتمنيته ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أملك درهما وإن في جانب بيتي الآن لا أربعين ألف درهمين قالا ثم أتي بكفنه فلما رأاه بك وقال لكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخير